أصدر مركز المعلومات ودعم تخذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة رؤى على طريق التنمية وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطبع البحثية التطبيقية تسهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذ القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين القبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات كافة وأشار المركز إلى أن مصر تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من خلال ضخي استثمارات كبيرة في قطعات مختلفة وعلى رأسها قطع تجارة ترانزيت أو قطع تجارة البضائع العابرة والتي تعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة يذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزا تجاريا عالميا وخاصة في تجارة ترانزيت ترجمة نانسي قنقر